هنستكمل في المحاضرة دي كلام على الجزء بتاع الفيتشر سيلكشن اللي هو جزء من الفيتشر اسيليكشن بلوك اللي موجود عندنا في البلوك دياجرام الجانرال بتاع الكمبيوتر ايدي دياجنوز طبعا احنا اتفقنا المرة اللي فاتت انه ده بلوك من البلوكس المهمة جدا واتفقنا ان احنا بنتظلع مجموعة كبيرة من الفيتشرز وقبل ما بنستعملها في الكلاسيفيكيشن لازم نحنا نختار منهم مجموعة تبقى لها علاقة بالمرض اللي احنا بنحاول نشخصه لانا في مجموعة كبيرة من الفيتشرز ممكن لايكلي انها متكونش لها علاقة بالفيتشر او بالباثولوج اللي احنا بنحاول لها نشخصه فبداية كدفينيشن الفيتشر اكتراكشن and selection in battery recognition عموما are based on finding mathematical methods for reducing dimensionality of battery representation يعني انا هدفنا من الفيتشر اكتراكشن ان احنا يعني عمرنا ما نطلع عدد من الفيتشرز قد عدد النقط اللي موجودة في الصورة فاحنا فعلينا بنريديوس الديمينشن بتاع المجموعة الفيتشرز اللي احنا بناخدها من الصورة بحيث ان المجموعة دي تبقى يعني تساحل علينا شوية الـ process ومش بس كده احنا بنعمل كبان من الفيتشرز بحيث ان احنا نقدر ان احنا نبقى متأكدين ان المجموعة دي لها علاقة مباشرة او بتتأثر بتأثير مباشر للحاجة من الحاجة اللي احنا بنحاول اللي احنا انشخصها ف- lower dimension representation based on the independent pattern descriptors is important ده الحقيقة مهمة جدا عشان نحن نلاقي س coalitions من الفيتشرز أو مجموعة من خصائص بتاع السورة الي بها نقدر الجواد ص nenhuma من الجواد الأigten numéro ان يحدث لها فيها نقدر نحن نفرج بين الدينبة and function of the Alright! The choice of features, attributes or measurements to be included has an important influence on Accuracy of classification, Time needed for classification, Number of examples needed for learning, Cost of Performance classification يعني احنا باللوقتي احنا بنختار مجموعة من الفيتشورز احنا اكشولي المجموعة اللي بنختارها دي عددها وخصائصها حقيقة مهمة جدا ان احنا يعني هل هنقدر نجيب اكريد كلاسفيكيشن او لا يعني ممكن احنا نختار مجموعة من الفيتشورز ما هياش يعني اوبتمال فتدينا الكلاسفيكيشن اكريسي ما هياش احسن حاجة هممكن نحصل عليه وفي نفس الوقت الوقت اللي احنا محتاجينه عشان نعمل كلاسفيكيشن برضو ممكن يبقى طويل يعني ممكن يبقى في بعض الفيتشورز تبقى معقدة جدا في الحصول عليها وفي الوقت نفسه ممكن ما تكونش لها تأثير كبير فاحنا برضو لو احنا اختارنا فيتشورز بالشكل ده كده ممكن يبقى عندنا مشكلة ان التايم فور كلاسفيكيشن ممكن يبقى طو لونج يعني ممكن ناخد مسلا ساعات مسلا عشان نجيب فيتشورز فقط وان كيس مسلا فالكلام ده براكتيكلي ما هيبقاش مقبول في الكلان بقى بعض الفيتشورز عشان نقدر نحصل عليها او نحصل منها على تشخيص مناسب يبقى لازم يكون عندنا عدد كبير جدا 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 من الكيس في الديتابيس بتاعت الليرنين فده طبعا ممكن ما يبقاش حاجة كويسة لان احنا برضو يعني ده مش مش سهل الحصول عليه ولو احنا حتى بنفكر كده ان احنا هناخد السيستم ده ونغير مثلا الانبوت بتاعه بدلا ما كان سيستم واحد يبقى سيستم تاني فمعنى كده الكيس بتاعت الليرنين بتاعته لازم هتتغير فاحنا بنحتاج نحن نحتاج وقت طويل عشان نجمع الكيس اللي احنا محتاجينها عشان نعمل الليرنين براسس بتاعت الايه بتاعت الفيتشورز الكتير اللي احنا عملينها ده فدي طبعا حاجة ما هياش كويسة لما احنا نطول الوقت مش هيكويسة ولما استعمل عدد حالات كتيرة ما يبقاش هيكويسة الكوستو برفورمي كلاسي فيكيشن برضو نفس الكلام يعني يلحب نتكلم برضو ان احنا لما بنيجي نحسب الكل تعتمد تماما على عدد الفيتشورز الكام زي ما انا كنت بقول مش بس الفيتشورز نفسها حسابها بياخد وقت طويل لا الكلاسي فيكيشن بتاعها برضو ممكن ياخد وقت طويل نتيجة لانه ممكن برضو ان احنا نستعمل الكلاسيفاير معقد علشان يعني يقدر انه يهاندل هاي ديمانشنال ديتا اللي موجودة عندنا من الفيتشورز بتاعتي هاي الفيتشورز اللي احنا بنحصل عليها من مرحلة فيتشورز اكتركشن اه need not represent significant information to diagnosis يعني ممكن الفيتشورز دي ما يبقاش لا علاقة بالدياجنوزز خالصة او ممكن اكتش وتدينى معلومات ممكن هي تباية الدياجنوزز في تريكشن غلط او ان هي ممكن هي تخلي الحاجات اللي هي ممكن يبقى لا يهمية يبقى مثلا دايليوتيد او ما تبقاش المعلومة واضحة في وسط المعلومات الكتيرا اللي ملهاش ريليفنس اللي موجودة في الفيتشورز ست بتاعتي. فممكن الفيتشور دي تسكريب اسبكس of no relevance to the pathology of interest. يعني تبقى بتسكريب حاجة مهاش علاقة. زي ما انا كنت بدي المسال بتاع لو انا باخد ديتا من العيان مع الصورة مثلا. ممكن اعتبر الديتا دي لو هي فيتشورز مثلا. يعني لول ان يعنيين بتاع العيان او فرضا لو كنت بتكلم مثلا على طول العيان. ممكن الكلام ده ما يبقاش له علاقة بال pathology اللي انا بتكلم عليه خالص. وفي نفس الوقت منكلم على ان بعض الفيتشورز مي فاري a lot with acquisition ازاي البوزيشن او البوزينج او ازاي انا باخد الصورة والبراسسينج بتاع الصورة والبراسسينج بتاع الصورة والبرامنتر بتاع الاخوزيشن حاجات دي كلها. فدي ممكن تعملي مشكلة في ايه بقى? ان انا هيبقى صعب جدا علي ان انا انكلود او ان انا اجنريت ديتا سات كافية للليورنين بتاع كل الحالات المختلفة وكل الساتينجز المختلفة اللي ممكن الدكتور يستعملها. ففعليا الحاجات اللي انا باخدها من الفيتشور دي بتتغير تغيرات واسعة جدا. فبيبقى صعب جدا بالنسبالي ان انا اعرف الاقي فرقات بين النورمال والابنورمال فيها. فالحقيقة زي ما كنت بقول يعني مهم جدا 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 ان احنا يعني نبص على الفيتشور زيان نعملها extraction دي مش ان هي فعلا حاجات مهمة كلها لا ندقى فيها شوية اكتر ونتاكد انها بتبقى relevant للباثولوجي بتاعنا ونتاكد ان هي الـ variations باعتها ودين الحالات المختلفة ما هواش كبير يعني بنتكلم على ان احنا لو غيرنا مثلا ساتينجز معينة بالنسبة لو غيرنا مثلا البوزيشن بتاع المريضة مثلا يبتاخد الصورة الفيتشور دي ما تتغيرش لان دي حاجة مهمة جدا علشان نقدر ان احنا نستفيد بها ما يبقاش التغيير اللي بيحصل في الفيتشور دي ناتج لحاجة ملاحش علاقة بالباثولوجي في الحقيقة يعني فيه مشاكل كتيرة جدا يعني لازم نعملها متغييرشن في الفيتشور سيلكشن لازم نتغلب عليها في الفيتشور سيلكشن او نصلاحها في الفيتشور سيلكشن وهي باسيكلي لازم نحنا نشيل الفيتشور ذات دونات كوريليت with pathology يعني الفيتشورز ملاحش علاقة بالباثولوجي خالص انا بوصع الفيتشورز كده لو في عندي فيتشور معينة الفيتشورز بتاعتها في الحالة لما يكون عندي فيه مثلا mass بتبقى هنا في سهل value لما يكون مفيش mass يبقى معنى كده ان الفيتشور دي بالتأكيد مش هتفيدني لو عندي فيتشورز يعني ما همش independent لو فرضا فيه فيتشورز ال equations باعتهم يعني almost يعني constant factor في each other طبعا دي بتيجي نتيجة مثلا ان انا باجي يعني في المعاطيات يعني لو واحد بيجي يعمل ريسيرش بيقرى مثلا بيبر فرانية ويجيب البرامتر باعتها او الفيتشورز باعتها يحسبها وينكلودت معاها في داتا بيس بتاعته ويجيب بيبر تانية يعني يعمل نفس الحكاية ممكن يبقى مستعملين نفس الفيتشور بس ب different definitions شكلهم مختلف بس اكشوري يعني في النهاية هما بيؤدوا لنفس الحاجة فطبعا مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نستعمل الفيتشورز كلها تكون independent عشان ما نعملش بايسنج للclassification process للفيتشور اللي متكرر كزا مرة لان لو كان عندي فيتشورز dependent بيبقى كني بقرر نفس الفيتشور كزا مرة ففعليا احنا كده بنخلي الويت بتاعها بقى اكتر من الويت بتاع الفيتشورز تانية وده ممكن يعملي مشاكل في الclassification الحقيقة لما احنا بنعمل نبني classifier ساعتنا باستعمال فيتشورز that are not properly selected هنعمل مشاكل في training phase لانه ممكن يبقى فيه عندنا بعض الحاجات للمرحش relevance وبتتغير بطريقة عشوائية والclassifier بتاعنا في training بيحاول ان هو account for variations دي عشان يقدر ان هو يطلع training results احسن بس في الاخر ما بيضارش يعني ففعليها ممكن training phase بتاعنا يما يفيل يما يطلع لنا متائج او يعني يطلع لنا parameters classifier بتاعنا ما هيش optimal وفي الاخر يعني بالتأكيد مش هتدي best overall classification accuracy يعني ممكن لو حتى عدت training phase يعني بالتأكيد مش هناخد احسن classification accuracy ممكن نحصل عليها يعني ممكن نلاقي feature set اقل يبقى في الاخر classification accuracy باتها تبقى احسن هبتدي نتكلم بقى على concepts الأساسية بتاعة feature selection هنبتدي اول حاجة خالص هي THAT könnte archaeological stat佐ي갈 الفكرة الصية بتاعك ان ال feature changes لو هي consistent with pathology then hypothesis of statistical significant difference between the set of values for normal abnormal cases will be true pairing moon hypothesis الباب احنا بنعمل هايبوثيس كده او بيبقى فيه نال هايبوثيس ان هما اتنين زي بعض. ولو احنا اثباتنا نال هايبوثيس دي فولس. يبقى معنا كده هما الاثنين فعلا سيبرت. يبقى معنا كده الفيتشور بتاعتنا اللي هي مكونة من مجموعة الارقام دي. يبقى معنا كده ان هي فعلا مفيدة بالنسبة لنا ان احنا ده نستعملها. طبعا لو انا بتكلم على امثلة بالشكل ده كده. يعني عندي مثلا لو الفيتشور الفلانية لو مثلا بكلم على الاكسس ده كده. ده الفيتشور نفسها. فيتشور وجague نفسها. لو كان عندي في immortality القيم بتاعت هكده. وفي النورمال القيم بتاعتها كده يبقى معنا كده ان شايف فعلا في žeقل味 في طلعه النال هيبوثيس بتاعتنا فولس. لو انا لقيت ان الفيتشور بتاعتي بتبقى فيها يعني يعني بالشكل العنيف د tonco. يبقى معنا كده بيبقى في عندها النال هيبوثيس بتاعتنا بتطلع true. يبقى معنا كده الفيتشور دي ما هياش تنفع ان احنا والاستعمال لنستعملها ماتنفعش تستعملها لان مافيش يعني في الستاتيستيكس يعني الى بتاعنا او بتاعنا قلنا ان بتوعنا الان النورمال والابنورمال مفيش فرق بينهم يبقى مع ان كده الفيتشر دي ما تغيرتش بين النورمال وين الابنورمال كيس فدي بالنسبة النا كده ما تعتبرش فيتشر مفيدة بالنسبة للدايجنوس فبنستعمل بقى حاجات زي التاست عشان نقدر نميز بين المختلفة دي وبعض. ببعض نأخذ مجموعة القيم اللي طلعت من الاب نورمل. مجموعة القيم اللي طلعت من النارمال. وبنحسب حاجه اسمها تيستاتيستيك عباره عن الميم بتاع الجروب الاولاني نقص الميم بتاع الجروب التاني على ال触تعين اللي هو الكمل فيهم كما احنا شايفين كده بتبقى نفس ال触تعين ودي حاجه معتادة يعني يعني بنعتبر ان هما الاتنين نفس ال触تعين متاعهم واحد وقوم ببقريب روتوف واحد علي N1 بلس واحد علي عدد الحالات اللي هنا و عدد الحالات اللي هنا اللي بناخد T test بعد كده أو T statistic ده بعد كده بنروه بعد كده نبص عليه من Tables او لو احنا عندنا math lab هو بيعملنا ال process دي ويطلع علينا P value معينة ال P value دي بتبقى probability of null hypothesis a true والناس تعرفت ان هما يحطوا threshold معينة على ال P value دي وBelow threshold ده يبقى هي فعليا نقدر نعتبرها منها false وال P value زي ما نشوف كده ممكن نعتبرها مثلا point one او point oh five او حتى في ناس بياخدوها مثلا point oh one يعني لو هي اقل من واحد في المية يعني احتمالية ان learn hypothesis دي بقى true اقل من واحد في المية يبقى معنا كده هعتبر ان انا ان فعلا الفيتشر دي ممتازة بالنسبة لي فطبعا دي بالنسبة لنا بتديني فتبقى متأكدين مية في المية انها لها علاقة او بتتغير بشكل مباشر مع الايه مع البطالج بتاعها فالحطات اللي هبنعملها بقى بالزبط ان احنا بنكونسيدر a particular feature لو احنا عندنا مثلا say a set of 100 features باخد one feature at a time بنديفايد the values into two sets for normal and abnormal cases يعني مثلا عندي يعني فرضا في الفيتشر الفرانية دي انا كان عندي 50 case normal 80 case abnormal فرضا هي كده هقسم المجموعة اللي هي 130 value في الفيتشر دي للنورمال والأبنورمال وبعد كده باكمبيوت باقى المين والسعين لكل واحدة منهم استعمل باقى T test بتاعي عشان اعمل اكمبيوت ال B value اللي انا كنت بقول عليها دي اللي هي باسيكلي هي عبارة عن probability of the null hypothesis to be true اوكي وبعد ما بحسب ال null hypothesis بحسب ال V value دي بشوف اذا كان الفيتشر دي suitable ولا لا based على ان ال P value دي small enough ولا لا ففي ناس بتاعي يخد الفيتشرز انها 0.05 الثراشل بتاعها في ناس بتاعهم 0.01 وهكذا فمعنى كده بكلم 0.05 دي معناها ان لو عندي two groups بشكل ده كده ان likelihood ان two groups يعني هما الاثنين جايين من نفس ال distribution يعني مفيش فرق بينهم هما الاثنين نسبته 5% ان هو يبقى true ان هما الاثنين زي بعض بالظبط نسبته 5% اوكي يعني احتماله 5% فطبعا لما باخد اقل من كده ببقى متأكد 100% ان فعلا ان هما الاثنين زي بعض فعلا ان هما يكونوا كده اوكي فدي حاجة مهمة جدا وحاجة في منطقة البساطة الحقيقة فدي بنعملها التاني لكل واحدة من ال features على حده بنحسب ال features ال features ال features specific features ال normal group وال abnormal group ك2 different sets ونحسب لكل واحدة من ال 2 different groups دول المين بتاعها واندخل الكلام ده كله ك-input لل t-test يعني عشان نحسب ال p-value بتاعته بتساوي كام من threshold ال p-value ناخد ال features اللي قال مثلا من .05 دي حاجة احنا بنحددها وبنكتبها في ال paper بتاعتنا احنا بنعمل مثلا research paper بنكتب احنا اخدنا ال selection بتاعنا based على p-value وناخد ال feature دي بعد كده اذا كانت اقل من ال threshold تبقى significant features لو كانت اكبر من ال p-value تبقى اكبر يبقى ما اعتبر انها مش significant وبقعمل ال selection بنائنا على كده طبعا مهم جدا ان احنا ناخد في اعتبارنا في الجزء بتاع statistical significance دوت ان الاختلاف في المين لوحده لا يعني اي شيء خالص يعني ممكن يبقى في عندي مثلا حالات يبقى فيها نفس المين هو هو وممكن حالة تبقى significant وحالة تانية ما تبقى significant بمعنى ايه؟ يعني ممكن مثلا اتخيل فيه ثلاث حالات بالشكل اللي انا شايفهم مدامي ده هم كلهم ليهم نفس المين اهو هنا وده نفس المين هنا بالنسبة لل two groups واحدة فيهم فيها low variability يعني كل واحدة فيهم standard division بتاعها ولاي القوي واحدة medium يعني زي ما احنا شايفين ال overlap بيزيد واحدة بيبقى فيها very high variability بقى almost ال overlap بتاعهم كبير جدا فهلاقي ان ده اللي هو اللي فيه high variability دوت هلاقي ان هو مش significant في حين احنا نلاقي ده significant ده بقى ممكن يكون significant او مش significant حسب بقى threshold اللي احنا بناخده بس بالتأكيد هنا نفس المين هو هو بتاع هنا بس نتيجة لي dispersion dispersion اللي هو حاجة زي sun deviation او variance بتاع ال data بتاعتي هلاقي ان ال data اللي فيها high variability بتبقى اصعب بكتير ان انا لاقيها ان هي يعني different او لاقي انها significant عن هنا يعني لو كان عندي feature فيها overlap كبير بالشكل ده انا لا باخدهاش ولو كان عندي feature بتطلع لي abnormal كده انا باخدها لان فعلا باين او الفرق بين الاتنين والحالات اللي هي فيها overlap هنا شايفين overlap هنا صغير جدا اللي ممكن يبقى فيها confusion وهنا overlap كبير جدا يعني اخدت مثلا threshold في النص هنا هلاقي ان فيه جزء كبير جدا من distribution بتاعي almost نصه بيبقى misclassified اوكي فطبعا ممكن يبقى فيها مشكلة كبيرة بالنسبة لي ان انا لو استعملتوا في classification هتطلع لي اخطاق كثيرة جدا جدا الحالة العامة بقى بتاعت الموضوع ده ان احنا ممكن يبقى عندنا multiple groups انا بنتكلم بقى لو احنا بنشتغل في ال diagnosis مش في classification انا بيبقى عندي mass وعايز اعرف نوحة ايه نوحة ايه دي ممكن ما تكونش نوحة واحد ممكن يبقى ممكن تبقى carcinoma ممكن تكون abscess ممكن تكون حاجات مختلفة فالنقطة ممكن تكون consist وحيكون لها مختلفة عن بعض يعني كلهم ابارة عن mass بس انا عايز اعرف نوحة ايه فطبعا احنا عندنا في الحالة دي بنستعمل بقى more general inferential statistics مش الحاجات الاساسية اللي احنا كنا بتكلم عليها مش بس بجرد ال pair t test او t test عموما فبنبصل على ال block diagram ده هو اللي حددنا نعمل ايه بقى لو انا بتكلم على two groups ياما بعمل t test بعمل حاجة اسمها paired t test او independent t test لما يكون عندي حالات قصاد بعض يعني عندي حالة normal قصاد الحالة abnormal بشكل ما يعني في حاجة تعملت هنا ومتعملتش هنا او في حاجة يعني هنا موجودة والناحية التالية موجودة في نفس الشكل بالظبط عادة بفضل independent في الحالات بتاعت computer a diagnosis لان دي صعب ال pairing ده بيبقى صعب شوية في ال data بتاعت computer a diagnosis دي عادة بتفتسعمل مثلا لو انا بقارن حالات ممكن مثلا الحالة دي انا عملت لها مثلا علاج بالشكل الفلاني ودي مع ما تلهاش علاج بالشكل الفلاني او يعني بمعنى ان بيبقى فيه حاجات تبقى فيه كل كيس وصادها كيس وطبعا بيبقى طبعا عدد الحالات بتبقى في الاتنين زي بعض بالظبط الحالة العامة بتاعتي هي ال independent ان انا عندي two groups وما همش اي علاقة ببعض خلص مقدرش ربط الحالة دي بالحالة دي يعني مقدرش ربط الحالة رقم واحد هنا بالحالة رقم واحد هنا normal number one مقدرش علاقة بال abnormal number one اوكي فده الحالة العامة اللي احنا بستعملها independent test لو كان عندي اكتر من two groups بقى اما بستعمل one way ANOVA لما بتكلم على independent groups وده الحاجة اللي انا likely برضو ان انا اقول ان هي اللي احنا دائما بنستعملها والجزء بتاع بقى لو احنا بنكلم على related groups بنسعمل حاجة اسمها relate measures ANOVA يعني برضو one way analysis of variance يعني نكلم برضو analysis of variance برضو بس ايه ANOVA طبعا هي analysis of variance ان شاء الله هنكلم عليها في كورس بتاع biostatistics بس عمتا واحدة من الحاجات برضو البسيطة جدا اللي نقدر نحسبها بسهولة من MATLAB او من اي package بتاع statistics وممكن بيها نطلع multiple groups بشكل يسمح لي ان احنا نقدر نعمل برضو نفس ال inference اللي كلنا بنعمله بين two groups وبعض ينقدر نميز ان كان فيه لو عندي ثلاثة groups مثلا اقدر اعرف انهي من الثلاثة groups دول مختلف عن التانيين وبنسبة اديه برضو يعني برضو اقدر احط به value برضو بحيث ان انا اقدر منها اعرف اذا كان الحلاب بتاعتي دي يعني significant او significant ولا مش significant based على اللي بطلعه من ال result طبعا في بعض الحاجات التانية انا ممكن استعمالها بتبقى non parametric يعني مش بتكلم على ان احنا هنا بنفرض زي ما احنا اتكلمنا احنا فرضين اساسا ان احنا عندنا two groups بتاعنا اه يعني احنا implicitly كده بناسيوم انه هما gaussian ونحنا باسيكا عندنا limited number of samples فعشان كده عندنا مشكلة ان احنا estimate the mean and standard deviation بشكل accurate ففعليا بنستعمل assumption ان احنا عندنا gaussian distribution لتو groups بتاع normal وابنورمال في النوم parametric method بقى ما بيبقاش عندنا اي assumption خالص لل underlying statistics فما مقدرش نكلم على mean ولا standard deviation representative لكل group نفسه مقدرش اقول ان mean و standard deviation بيعبروا عن group بشكل كامل فالحقيقة بيبقى لها ميزة الحقيقة في بعض الحالات اللي بيبقى فيها distribution ما هواش gaussian فمن الحاجات دي column growth smirnoff test و دي الحقيقة برده الحساب بتعمل في المنتهى البساطة طبعا احنا هنا بنتكلم mainly على حاجات كلها يعني بنتكلم على concepts وبعد كده بسيب الناس بعد كده تخش مثلا في الجزء بتاع biostatistics عشان تقرى عن الحاجات دي اكتر شوية واحدة من الحاجات الاساسية اللي لازم نعملها في feature selection هي ان احنا نعمل assessment زي ما انا كنت قلت ان بعض the features may end up being dependent يعني طلعوا equations بقيتهم ممكن بشكلها مختلف بس actually في الاخر ممكن نلاقي derivation من واحدة من الفومز للتانية ففعلية ممكن نلاقي ان بعض the features computed as a constant factor of each other okay of one another وبرضو واحدة فيهم الحقيقة لو انا لقيت ان في حاجات فعلا dependent بالشكل ده كده لازم ننكلود واحدة بس فيهم في ال input classification stage لو انا ما خدت كل features اللي هما كلهم dependent دول the classification stage يبقى انا كده عملت emphasis feature دي من غير لازمة يبقى انا كده خليت feature دي قيمتها او الاهمية بتاعتها ثلاث اضعاف مثلا لو انا عندي ثلاث مرات او ثلاثة features بنفس الجايين من نفس الحاجة بدل ما كان يبقى مفروض انها مرة واحدة فبمعنى صح ان انا كده خليت ان ال waiting بتاع features بتاعتي بقى معتمد اكتر لل feature دي لو حصل فيها تغيير صغير ممكن يعمل تأثير اكبر على classification وده حاجة مش مطلوبة خالص فطبعا في عندنا كذا طريقة ممكن نستعملها عشان identify dependence ده من الطرق اللي احنا ممكن نستعملها هي Pearson's Linear Correlation Coefficient اللي هو بيجيب لنا الالاقة اذا كان فيه correlation between features ولا لا و Principle Analysis اللي هو PCA Pearson's Linear Correlation Coefficient بcomputer correlation between a given pair of features باسيك لكل واحدة من الفيتشور دي بعتمد مثلا feature اوليها x والتانية y x i دي عبارة عن feature رقم x محسوبة من الحالة i و feature y محسوبة من الحالة i وبحس بعد كده Correlation Coefficient اللي هو هو بيطلع الـ value بتاعته في range من من لما بنتكلم على انها بتطلع one طبعا بنتكلم على inclusive معناها ان هي الماينس one والone دور values ممكن تطلع فعلا يعني لما يطلع الـ value بتساوي one معنى كده complete positive correlation معنى كده ان احنا بنلاقي علاقة اممكن نلاقي علاقة بين the two features in y بتساوي cx و c ده constant لو كانت معنى كده ممكن نلاقي complete negative correlation between the two هيبقى برضو straight line y بتساوي minus cx طبعا c هنا مفردين انها positive اوكي لو احنا لقينا الـ value بتاعت الـ rd near zero معنى كده ان the values x and y dole are uncorrelated او ممكن احنا نعتبر ان هما ما لهمش علاقة ببعض طبعا الحالتين اللي بيبقى فيهم يا اما positive correlation complete positive correlation complete negative correlation او لما يكون حتى عندنا قريبين من الواحد او ناقص واحد عادتها الناس بتاخد مثلا فوق point seven مثلا بنعتبر ان فيه كده strong correlation between the features بنبقى حاذرين شوية ان احنا كل ما قربنا من absolute value بتاع the correlation ده يكون بواحد كل ما لقينا ان احنا الفيتشورز فعلا لا علاقة جامدة ببعضيها فيستحسن ان احنا ما ناخدش منهم كتير يعني ما ناخدش منهم يعني ناخد نقال العدد بتاعهم شوية او لو لقينا ان احنا عندنا features كلها مثلا correlation بتاعتها مع بعضيها عالية باخد واحدة بس منهم مش باخد features كلها فده طبعا مهم جدا بالنسبة لنا ان هو بيلاقينا العلاقات المباشرة اللي ايمة على linear correlation between features وبعضيها بحيث نحنا نقدر نتلافها في features set اللي بنستعملها في classification الطريقة التانية اللي ممكن نعمل بيها assessment dependence by features عن بعض هي principle component analysis او PCA دي بنحسب فيها eigen value decomposition بتاع matrix of features ودي الحقيقة بتدينا rank للماتريكس دي بيعبر عن number of independent features يعني بمعنى ان احنا ممكن نحسب بالزبط احنا محتاجين cam feature او نقدر ننزل cam feature من غير ما نعمل اي reduction للمعلومات اللي موجودة عندنا او بمعنى صحة ممكن نتكلم على ان احنا عندنا cam dependent feature كمان يعني فرضا انا دلوقتي عندي meet feature فطلعت الرانك بتاع الماتريكس باعتي دي فرضا خمسين يبقى معنى كده انا فعلا عندي خمسين dependent feature اوكي يبقى معنى كده لازم اعمل reduction لل feature set بتاعتي من مية لخمسين علشان اقدر ان انا احصل على ال independent features بس طبعا احنا بنتكلم على directions بقى principal components احنا طبعا زي ما بنتكلم لو نعمل eigen value decomposition بيطع لنا eigen vectors وايجن vectors وايجن vectors بتعبر عن vectors او directions كل ما اتكلم بقى طبعا لو كلم عن two dimension space شكلها بسيط قدامنا كده نقدر نشوفه وطبعا بيبقى direction دي كلها بتبقى orthogonal على بعضيها عشان تبقى يعني كل واحد فيهم بيبقى فعلا completely independent عن الثاني وهنا ممكن نشوفها ببساطة وممكن احنا نقدر نعرف ان مثلا 2 يعني لو انا مثلا فرضا عندي دي المجموعة بتاعة features بتاعة normal ودي مثلا abnormal مثلا هلاحظ ان انا لو خدت direction دوت direction A1 وعملت عليه projection يعني شفت دلوقتي الحالات اللي هي اللي موجودة عندي دي شكل distribution بتاعها على feature دي عامل ازاي هطلقوا لي عاملين كده الانتين overlapped يعني الاولنية كده والتانية كده فمعنى كده ان انا لو خدت direction A1 دوت وك feature هو نفسه ك feature وشفت ازا كان هقدر اعمل separation بين different pathologies ولا لا ان الكلام ده فعلا في منطقة صعوبة عكس كده بقى لو بصيت direction هو A2 لو انا بصيت على features دي في direction دوت هلقى ان انا features بتاعتي فعلا completely separate لو انا اخدت اي خط هنا اي نقطة هنا كده وعملت thresholding يعني قلت اللي اقل من هنا اللي هو direction ده كده pathology الفلاني و direction ده pathology التاني خلاص انا كده عملت separation بمنطقة البساطة فالنقطة نحن نتكلم بقى ان احنا في principle analysis بيطلع مجموعة من directions ومجموعة من directions دي كل واحد فيهم ممكن ان هو يوريني ال data بشكل مختلف فطبعا كل ما انا اخترت directions اللي هي بتعمل separation لل clusters بتاعتي كل ما كان الكلام ده منطقي اكتر طبعا الواضح جدا بالنسبالي انا هنا دلوقتي لو انا بعتبر النقه بتاعتي 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 كلها موجودة هنا بالشكل ده direction اللي فيه variability عالية قوي ده هلاقي ان هو variability دي طبعا بتخلي فيه overlap بين الاثنين كبير قوي في حين انا لو خدت direction التاني direction اللي هو اللي في الناحية التانية هلاقي ان انا ممكن ان انا لاقي separation احسن شوية بين between cases وبعض فعامتا هلاقي ان احنا حسب ال directions اللي انا بختارها ودي طبعا بتبقى ranked في principle coupon analysis وهي في ال output بتاعه فممكن ان انا اقدر اميز clusters المختلفة بشكل احسن بكتير من ان انا بص عليها كده وخلاص في ال space وخاصة ان انا لما اتكلم في high dimensional spaces لما اتكلم مثلا على meet feature يبقى ان اتكلم على 100 dimensional space فصعب جدا ان انا اعمل الكلام ده بطريقة manual او ان انا بص على ال data اعملها plotting مثلا وبص عليها هيبقى متعصة هو ان انا اعمل الكلام ده فيه approach تاني مختلف شوية علشان نعمل بيه feature selection هو معتمد على حاجة اسمها retrospective assessment of features ال retrospective ده معناه ايه؟ معناه evaluation after seeing the classification results based on these features يعني ايه الكلام ده برضو استعمل عدد معين في classification وبص اشوف ال results عاملة ازاي واخد ال features بتعملي احسن classification ممكن من مجموعة ال features اللي عندي يعني use for classification and then choose the features that produce the best results الفكرة فيها ان انا بيبقى لو انا عندي 100 features بجرب كده اشوف انهي combination من ال features دي باي عدد اللي ممكن تطلع لي احسن result فطبعا بيبقى فيه يعني combinations كتيرة جدا ممكن انها تحصل فانطلع نعملها بقى بطرق مختلفة يعني اما exhaustive search اجرب كل combinations ممكنة اللي ممكن ان انا استعمله عشان اعمل classification بال features set اللي عندي يعني لو انا عندي مثلا features set meet vector او meet feature ممكن ااخد مثلا single vector او single feature او two features ممكن يبقى ايه اتنين بقى من المية دول او ثلاثة features ممكن يبقى ايه ثلاثة من المية دول اختار بقى ايه ثلاثة اجرب كل الثلاثات اللي ممكنة من الميت feature اللي عندي دول والاربعة والخمسة او هكذا غاية مية اوكي فطبع احنا شايفين احنا عندنا لو نعمل exhaustive search عندنا عدد كبير جدا من combinations احنا نعمل بنطر بقى نعمل بقى شوية حاجات اللي علاقة بcombinatorial optimization زي branch and bound maximum feature selection sequential forward and sequential backwards selection او features linear discriminant feature selection فيها عدد من الحاجات هي فعاليا بتحاول تعمل الشغل بتاع exhaustive search اللي هو actually gold standard يعني مش هتلاقي حاجة تطلع نتائج احسن من exhaustive search بس مشكلته ان هو بياخده وقت طويل فعشان نفهم exhaustive search اكتر شوية نتكلم عليه فورمالي بالتفاصيل لو احنا اعتبرنا ان Y دي feature set بتاعتنا ده pattern vector بتاعنا exhaustive search هدف ان هو يختار D best features out of the maximal available D D features as to minimize the classification error فطبعا احنا عندنا دوقتي combinations ان احنا D choose D يعني capital D choose D يعني بياختار small D out of D ونختار بقى D بتاعتنا دي ممكن نها يعني في الاول خالص ممكن احنا نقرر هي كام او ممكن احنا نخلق growth بقى يجرب كل combinations ممكنها من اول واحد لغاية D capital D ونشوف ان واحدة فيهم احسن فطبعا الشكل بتاعها طبعا او عدد combinations الممكن اللي احنا لازم نجربها رقم ضخم جدا طبعا احنا لازم نفتكر كويس قوي ان احنا عشان نتاكد من الكلام ده عشان نعمل classification لازم ناخد الحالات اللي هي بتاعت test cases بتاعتنا كلها ونستعمل features او feature set اللي انا عملت لها selection دي عايز اجربها بمعنى صح واشوف بعد كده الدنيا هتمشي ازاي طبعا نقدر نقول مين advantage بتاعت الا exhaustive search ان هو guaranteed best result او best answer اوكي يعني معنى عمر ما هنلاقي نتيجة تطلع احسن من نتيجة ان احنا تطلعها من exhaustive search احنا جربنا كل combinations ممكن اللي يمكن هنلاقي combination تانية يعني خارج combinations احنا جربنا لان احنا جربنا كل حاجة basically يعني بس المينديس advantage بتاعت الا exhaustive search is that the total number of combinations increases exponentially with the dimension of the feature vector يعني احنا دلوقتي بنتكلم على حالات ممكن يبقى feature vector بتاعها لو هي 100 اوكي لو فرضا نحنا حالة بتاعتنا مثلا في عندنا 1000 vector 1000 feature مثلا اوكي فعشان نحسب لها بيبقى يعني فعلا في منتهى الصعوبة ان احنا نريد ان نطلعها حاجة تبقى يعني نريد نقول عليها ان هي يعني optimal وفي الوقت نفسه يجربنا كل combinations بتاخد وقت طويل للغاية اوكي فطبعا دي حاجة ما هياش محبذة خالص نحنا نجرب كل combinations دي وخاصة classification نفسه ممكن زي ما بقول بياخد وقت فطبعا ال exhaustive search بنالجأ له بس لما يكون يعني feature set بتاعتنا الى حد ما ما هياش كبير قوي بحيس ان احنا تسمح لنا ان احنا نجرب كل combinations بحيس ان احنا نتأكد انا واحدة من combinations هي تعتبر احسن واحدة الحقيقة علشان البرولم بتاع ال huge computational cost بتاع exhaustive search في بعض التكنيكس اللي يبقى بنية على combinatorial optimization زي branch and bound algorithm تبقى موجودة بحيس ان احنا نقدر ان احنا نلاقي optimal feature set without the explicit evaluation of all possible combinations of features فدي طبعا الفكرة بتاعتها الحقيقة معتمدة على بعض assumptions زي مثلا separability criteria انه يبقى في عندي يعني لو انا خدت مسلا عدد من الفيتشورز مثلا قلت احسن ثلاثة features مثلا طلعتهم حاجة معينة لو خدت احسن اربعة يبقى اكيد ثلاثة دول within الاربعة دول ففي الاخر بنعمل مجموعة من الحاجات بتسمح لها ان احنا نقدر نحسب feature set بتاعتنا اللي هي تعتبر optimal اللي هي subset اللي هي اصغر من feature set الاصلية اللي هي بتادينا احسن classification result وفي الوقت نفسه بيبقى much more efficient من نحت computations طبعا الهدف بتاعنا في الكورس ده هو ان احنا نبني computer a diagnostic system فا احنا كل خطوة بنمشيها بنحاول ان احنا نعملها عشان في الاخر نوصل يبقى عندنا prototype يبقى almost في كل اللي احنا بنكلم عليهم فالمطلوب عشان في الخطوة دي بقى ان احنا نطبقه ان احنا هن apply to feature selection methods يعني نطبقهم بقى على features obtained from previous tasks and compare the results يعني احنا الوقت في المحاضرة اللي فاتت كنا بنكلم ان احنا ناخد 10 normal و 10 abnormal cases ونطلع منهم مجموعة من ال features حوالي 20 features كل واحدة ودلوقتي بقى عندنا بقى مجموعة من ال features وعندنا ال features دي موجود لها 20 case فباسيكلي عايزين نشوف انهي من features دي احسن من ان او ازاي ان احنا نطبق بقى الحاجات اللي اتكلمناها النهاردة كلمنا عليها النهاردة ان احنا نشوف انهي the best set of features بين مجموعة ال features احنا طلعناها في المحاضرة اللي فاتة كتجربة برضو عشان نفهم موضوع اكتر شوية ممكن ناخد random data vector ونحطه كfeature عندنا في feature زي هعملها extraction ونشوف بقى feature دي هلها تطلع في feature selection ولا لا basically مفروض ان feature لو احنا خدت random vector random vector ده معناها ارقام ما نهاش اقلقه بحاجة خاصة ما حسبنهاش من من الصور بتاعت الماموغرافي اساسا اوكي فمعناك كده مفروض ان احنا اي feature selection محترم بيشتغل يعني معناه ان هو لازم يطلع لنا feature vector ده او feature دي بالذات ان هي irrelevant اوكي فنتاكد من الكلام ده ونشوف هو فعلا عملها ازاي وبرضو ممكن احنا نعمل حاجة لطيفة جدا عشان نعمل assessment الجزء بتاع independence ممكن ناخد two features من احنا طلعناهم اوكي اللي هما طلعين من الصورة فعلا ونعمل لهم addition لبعض اعمل مثلا لو عندي x1 و x60 اعمل feature كمان اضافية ونشوف بقى feature selection بتاعنا ده هل هيقدر ان هو detect الكلام ده ولا لا وهل هيقدر ان هو يعني هينكلود feature اللي هي dependent دي هينكلودد في final feature set ولا هتبقى removed في ال feature set الاخرانية طبعا الحاجات دي بتورينا بعض الاسبكس من practical computer edit diagnosis لان يعني احنا بنيجي نبدي system فعلا بنقابل كل المشاكل دي فطبعا عشان نتعلم الكلام ده بشكل صحيح ممكن احنا نجرب بعض كيس احنا بيبقى شايفينها بعنينا انما بعد كده في real life ما بنشوفش الحاجات دي قوية يعني ما بيبقاش عارفين بالظبط ايه ال independent components او ال independent features هما ايه وال dependent هما ايه وجايين ازاي فيستحسن احنا دلوقتي نجرب كده ونتاكد ان feature selection بيشار زي ما احنا فاهمينه علشان بعد كده انا من apply for real life طبعا الجزء ده مهم جدا مرة اللي جاية ان شاء الله هنبتين نتكلم على الجزء بتاع classification وهو بياخد بقى output بتاع feature extraction والfeature selection علشان يعمل بعد كده diagnosis او يعمل لنا decision بناء على separation between classes الموجودين فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة